اشتركوا في القناة شرف لنا حضورك معنا وكمان بدنا نبارك لك بداية على إصدارك الجديد اللي وقعته من كم يوم بمعرض أنتلياس ألف مبروك الكتاب وزاما كمان مع بداية الاستكشاف للنفط والغز يعني توقيت كتير مهم لإصداره بس مثل ما خبرتك منتمنى المرة الجاية يكون في نسخة باللغة العربية إن شاء الله لا نحن بشرنا بتعريب نسخة باللغة العربية هي لأنه الكتاب صدر باللغة الفرنسية كون البحث تم باللغة الفرنسية وحبينا ننشره ونحطه بين أيدي العالم والبحثين الآخرين لحتى كنا سوا نساهم ببناءها الإطار هذا يلي هو مهم جدا للدول اللبنانية ووطننا للدين أكيد منتمنى وبانتظاره للإصدار خبرنا بداية كيف بلش ملف النفط والغاز في لبنان؟ يعني للحقيقة الملف هو صلوا أكثر من 13 سنة عابين شغل علي باللغة بلش بالالفين وسبعة تحديدا عندما الدول اللبنانية أقرت السياسة النفطية استدبعتها هيدا كزا خطوات منع بناء الإطار القانوني والمؤسساتي لهالملف هيدا إنما كان سابقا بداية الدراسات للبحر اللبناني نحنا بالتكنيك منسمي المنطقة الاقتصادية الخالصة يلي هي بسموها بالفرنساوي's zone economic exclusive يلي أقرى قانون البحار سنة 1982 بإتفاقية مونتي جوباي صار فيه أكثر من سبع دراسات للبحر اللبناني قامت فيهم شركة PGS الناروجية وسبكتروم الإجليزية وهالدراسات هيدا كلا سوا تمت بزلزلية بسموها سيسبيك دراسات زلزلية تمت بدي ديمانسيون وبيترا ديمانسيون هدفت إلى دراسة المكامل النفطية والغزية بقعر البحر اللبناني النتيجة كلها سوى نحطي بداية روم بوزارة الطاقة يلي تأسست هالداتا روم بال2011 وهي بمتناول كبرى الشركات العالمية يعني اليوم أي شركة عالمية بتحب تستثمر بالبحر اللبناني فيها تيجع الداتا روم الموجودة بوزارة الطاقة اللبنانية لتاخد هالدراسات هيدا وتحللها وعا أساسها بتقرر شو الخيوط خطوات يلي بدها تأخذها فإذا عندك أول مرحلة كانت مرحلة الدراسات واستدبعها بالتوازي مرحلة بناء الإطار الأنوني والمؤسسات يلي بلش بال2007 عندما الدولة اللبنانية أقرت أساس النفطية ومن بعدها بال2010 أقر الأنون 132 يلي هو كان حجر الأساس الأنوني لكل ملف النفط والغاز بلبنان وطبعا استدبعوا مجموعة أوانين ومرسيم تطبيقية لا وصلنا نحن للمرحلة اللي نحن فيها اليوم طبعا الأنون 132 كمان هو ذكر موضوع انشاء هيئة إدارة قطاع البترول اللي هي الأطوريته للإنرجي يلي إلى دور محوري كان بإدارة الملف إلى جانب وزارة الطاقة والحكومة أكيد والبرلمان وأقار كمان مبدأ انشاء صندوق السيادة بدون أن يعطي تفاصيل ترك موضوع التفاصيل لانشاء صندوق السيادة إلى قانون لاحق يقار لاحق وهلأ هو موضوع كمان نقاش بمجلس النواب فأذن الأنون 132 هو حجر الأساس بهالسياس النفطية يلي أرسد كل البنية الأنونية والمؤسساتية لقطاع النفط والغاز بلبنان ويلي تكلل أخيرا ببدء الاستكشاف يعني اليوم نحن كنا سوا منعرف أنه مؤخرا منذ أقال من عشرة أيام بدأت السفينة تتقب عن الغاز بلبنان يلي هي طبعا تطال نحن اليوم نعرف أنه في كونسورتيوم ثلاث شركات هو ربح المزيد يلي هي تطال الفرنسية وإنيئة الإيطالية ونوفاتيكة الروسية بقى وكلنا سوا نطرين هالخبر الصار إن شاء الله أنه بإعلان عن اكتشاف كميات تجارية من الغاز بالبحر اللبناني بتكون هايك بشرة صارة لألنا وللبنانيين كلمنا سوا إن شاء الله رح يتم تقاصم هيدا الانتاج اللي رح يطلع طبعا طبعا اليوم الأنون 132 هو اعتمد مبدأ الـ EPA يعني Exploration and Production Agreement اللي هو اتفاقية الاستكشاف والمؤسمة بين الدولة اللبنانية وبين الشركات المشغلة مبدأ هو بيقوم على التالي يبقى الغاز ملك للدولة اللبنانية إنما كلفة الاستكشاف ومخاطر الاستكشاف تتحملها الشركات المشغلة يعني اليوم تعرفي حفر البير إنه إحنا عم نحفر على غمق عميق يعني عندك تقريبا 1500 متر من الماي نعم وتحت الماي عندك حوالة توصل لغمق 4000 أو 5000 متر نعم يعني هالشي بيطلب تكنيك سيونتفيك جدا متقدمة ممكن يصير فيه طوارئ ممكن يكون فيه عندك حوالة عمل ممكن تحفر حتى ما تلاقي يعني وكلفة البير بتراوح بين 100 إلى 200 مليون دولار كيفية كلفة حفر البير الواحد نعم عدا عن المشاغل عدا عن خاطر تشغيلية لهذا الموضوع هذا كل هالمواضيع هادي بتبقى على عاطق الشركات المشغلة ويبقى الغاز ملك الدولة اللبنانية هلأ عند اكتشافات عند إعلان عن اكتشاف تجاري تطوم المقاصمة بين الدولة وبين الشركات المشغلة حسب الاتفاقية المنضية بين الدولة اللبنانية وكونسورتيوم توطال إني ونوفاتيك طب هل هالعائدات رح يقدر لبنان ينهض من خلالها ورح تكون تساعدوا على تخطي هالأزمة الاقتصادية والمالية لكن ما في شك اليوم وجود غاز وبيترول ببحرنا لبناني وان شاء الله بعدين بالبار كمان لأنه عندي كمان بالبار اليوم في تحضيرات لبدء الاستكشاف وبدء الانتاج بالبار طبعا هالعائدات هادي هي أمل للدولة اللبنانية وأمل للشعب اللبناني لأنه بتعرف اليوم مش صر نحنا اليوم بحالة اقتصادية كتير صعبة وعم زيد صعوبة بقى اليوم أي مورد طبيعي ممكن يساعدنا ممكن يساهم بتطوير بلدنا هو أكيد بيكون عامل جدا إيجابي إنما أنا بس بدي نبه لشغلي لأنه اليوم الغاز ما أنه حوالي مصرفية مثل ما البعض بخامنين يعني اليوم إذا عنا نحنا مكامل غازية تقدر بكذا 100 مليار دولار ما أنه هادي فأس الزرب تتحول من حساب إلى حساب تاني بده وقت بده وقت إنما أكيد طبعا هي بتزيد ملئة الدولة اللبنانية يعني الدولة اللبنانية اليوم عندها مشكلة مدونية متفلتة اليوم بوجود موارد طبيعية مسبتة إن شاء الله بوقت قريب هالمخاطر بتقل تصنيف الدولة ممكن كمان يتحسن يزيد فرص عمل كمان طبعا طبعا خلق فرص عمل طبعا هادي هادي أمر محسوم صحيح هادي نص حتى علي القانون يعني فيه كتة اليوم مفروضة على الشركات الأجنبية لتوظف ناس لبنانيين الغاز بس برجع بأكد عن نقطة أنه منه حوالي مصرفية بس هو طبعا سيزيد ملئة الدولة اللبنانية ويعزز مكانتها وموقعها على الصعيد الاقتصادي السياسي والجيوبوليتيك يعني اليوم بتعرفي وتعالي الدولة يكون عندها غاز تعامل الدول المحيطي والبقائيدي يختلف معها بتصير نزلولها نظرة مختلفة عن نظرة كدولة ما عندها موارد أي مورد طبيعي تبقى حصن الإدارة وحصن استكمال للمنف هل هل حصن الإدارة رح يتم بظل الانقسام السياسي اللي عايشين فيه وخصوصا أنه لبنان ما عنده خبرة يعني بهيك ملفات صحيح هل طلب المساعدة من دول تاني بوضع خطة معينة؟ صحيح نحن من 2007 تكل لبنان على دولة الناروج دولة الناروج هي دولة غازية عندها مكامل غازية وموارد غازية كبرى ببحراء وعندها من الخبرات ما يكفي لأنه تقدر تعطيها للدول التانية وبتعرف أن ناروج هي قوة متوسطة صاعدة ومحايدة عالميا يعني بتحب تشتغل سياسة تقوم على التنمية عمليت شيء اسمه النفط للتنمية أو الفور ديبلوبمنت برنامج هو حكومة ناروجية من خلاله بتساعد الدول النامية يلي ما عندها قدرة ذاتية تستسمى مواردة طبيعي وهي حاليا هالبروغرام هيدا عم يساعد أكثر من 11 دوري بالعالم من ضمنه اللبنان لبنان وقع أول اتفاقية بال2006 مع دولة الناروج وجود ديت لتاريخي هي ثلاث مرات وإن شاء الله الرابع على الطريق يعني دولة الناروج كان إلى دور محوري بملف الغاز في لبنان ومشكور وإلى أيدي بيضاء على الملف لأنه من خلاله ساعدتنا على سياغة وتركيب كل الإطار القانوني والمؤسساتي وعطتنا كتير من خبرتها لحتى نتجنب الوقوع بكتير مطبات أو كتير مشاكل بملف الغاز وبتعرفي منف الغاز بالبحر ملف من نهيين يعني صحيح وقليل الدول اللي عندها موارد غزية ببحرها في كتير دول محيطة فينا عندها موارد غزية على البر بس بالبحر عندك البعد التقني البعد العلمي البعد الأنوني كل هالأمور هيدا بفضل النفط للتنمية البرنامج والحكومة الناروجي ساعدتنا وأمانة الدعم المطلوب لهيئة إدارة قطاع البترول لمؤسسات الدولة للمجتمع المدني حتى اليوم كمان مجتمع المدني له دور أساسي بمرائبة الملف وبتثبيت المسار الصحيح للإطار هيدا لحتى بتعرف اليوم المرائبة والمحاسبة هي الأساس والمجتمع المدني في لبنان عنده ديناباكيتو عنده حركته وعنده الكافئات الكبيرة جدا حتى النفط للتنمية هو شجع المجتمع المدني عبر قليات محددة عبر منشورات محددة عبر ميكانيسما محدد لحتى يقدر هالمجتمع المدني كمان يقوم بدوره فإذا دولة الناروج هي الدولة اللي ساعدتنا بشكل أساسي وفعال بإدارة ملفنا ومازالت حتى اليوم من إمكانية وجود بعض الفجوات يمكن بالقطة اللي هي أمر لكن عطول عطول يعني العمل الكامل المتكامل الكمال لله مثل ما بيقوله بس إنما نحن على الطريق الصحيح على الإطار القانوني والمؤسسات قلتلك صار عمره أكثر من 13 سنة يعني هيدا إليه من اللبنانيين بيعرفوها السياسة النفطية أكرت عام 2007 النفط للتنمية اتفاقية وققا عنها مع الناروج بالعام 2006 الأمور أخذت وقت بلبنان نتيجة النصام السياسي والطائفي يعني مثل ما اتضلت وقلت كان له إنعكاس سلبي طبعا على حصن سير الملف إنما هل الملف عم بيكون بشكل علني يعني الماشي فيه عم بيتم أعلان الخطوات عنا أم عم بيتم الخطوات عنا لا لا ما في سرية أبدا وحتى كل المرسيم والأوانين والمؤررات عم تنشر هي منشورة موجودة على موقع هيئة النفط وحق الوصول للمعلومات يعني عم بيكون محترم وعم بيكون كل من عم بيطلب أي معلومة عم بتنعطى يعني حتى عائدية الدول الليبنانية من البيوعات اللي تعرفها الدراسات اللي حكينا عنا اللي نحطت بالداتا روم وقت تجي الشركات العالمية بتشتريها حتى الرقم اللي حصة الدول الليبنانية هو رقم منشور ومعلوم يعني وهو حاليا حوالي 40 مليون دولار يعني وهو دي بنحطه بحساب مفتوح لدى مصرف لبنان بموضوع الشفافي لا أنا بقدر أكدلك أنه الوصول للمعلومات بموضوع النفط والغاز أحسن بكتير 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 من ملفات تانية بالدولة الليبنانية وهيدا أكيد طبعا يعوض الفضل فيه إلى الإطار يلي عمل يلي هو بطبيعته فرض عقلية مختلفة وطاعات مختلف بهالملف هيدا تحديدا نعم مثل ما قدنا أنه بلشوا استكشاف وتنقيب قد بتاخد الفترة وين بلشوا؟ المرسوم 42 قصة من المنطق الاقتصادي الخالصة يعني البحر اللبناني اللي أمبسطة للمشاهدين إلى عشر مناطق هالعشر مناطق قصمت حسب الدراسات اللي عملت عليها وحسب طبعا موقعها واعتباراتها السياسية بلشنا بالبروك رقم أربعة نحنا زباديك المزيدة الأولى اللي نفتحت هي كانت على البروك رقم أربعة وبروك رقم تسعة نعم بلشنا بالبروك رقم أربعة وبدأ الحفر بالبير الأول نعم بتاخد المرحلة تقريبا حويلها شهرين يعني مرحلة الاستكشاف والحفر بدأ تقريبا حويلها شهرين من بعدها بيتم تقييم هالعملية هذه لحتى نشوف بالضبط كأنه هالحفر أدى إلى وجود كميات تجارية يعني نحن المهم نوصل لكميات تجارية لأنه حكما فيه غاز ساعة الأرض إنما هالغاز لحتى نقدر نطلع ويكون كميات تجارية لحتى يكون محرزة تطلعي من جو في الأرض بقى عنديك مرحلة شهرين بعد الشهرين هيدا عنديك مرحلة تقويم النتيج والحفر يعني باعتقل من هلأ إلى 3-4 شهور إن شاء الله بيكون لدينا خبر صار أو التحديات اللي ممكن تواجهها بخلال هالفترة عوائق تيقنية ما في عوائق تيقنية إلا طبعا إلا إذا صار فيه أكسيدان دو باركور هني وهني عم بيحفروا الشركات بس إنما هي شركات عالمية عندها خبرتها وعندها كفاءاتها بيعتقد إن شاء الله ما بيكون عندها أكسيدان دو باركور هلأ ما بعد الاستكشاف عندك طبعا عندك عندك إطار آخر صباح عندك هالغاز شو بديك تعمل فيه بتخليه بسوء المحلي بتصدريه كيف بديك تصدريه عبر البر عبر البحر هوني بتدخلي بالبوليتيك وبالجيو بوليتيك يعني بتعرف اليوم علاقة لبنان بالدول المجاورة عندك دولة بجنوب فيه عداوية معنا إحنا بحارة حرب مع إسرائيل طبعا والعلاقات مع الدول التاني مانا كتير مريحة نتيش للنصام الداخلي إشكالية ترسيم الحدود هي إشكالية كمان واقعة يعني خاصة منعاني منا نحن مع العدو الإسرائيلي بتعرف نحن في نزيع بحري نحن عدو الإسرائيلي على منطقة تقدر بـ 250 إلى 860 كم صحيح بلوك رقم 9 وعشرة 8 وعشرة يلي هني بجنوب منطقتنا الاقتصادية الخالصة هيدا نزيع قائم واليوم فيه وساطة أمريكانية بالموضوع طبعا حلو طبعا مساعد أكتر لأنه كمان هالمنطقة هيدا منطقة غنية وفيه موارد نفطية وخزية كبيرة يعني حسب كل ما رشع عن دراسات اللي هي موجودة بالداتروم يعني نعم شو هي الإنعكاسات الدولية للملاف؟ طبعا اليوم وتيكون أنت عندي غاز بتصبح الشهية الدول على التدخل وعلى الحضور أكبر يعني اليوم هيدا معروفة اليوم بالعلاقات الدولية صبحت موارد الطبيعية هي مرادف للقوة وكل الحروب الحالية ما عشا صارت حروب انتر إتاتيك يعني ما عشا صارت حروب بين دولي ودولي على قاعدة عقائدية إنما صارت هي إذا بدك الهدف منها الأساسي هو استغرالها السروات والسيطرة عليها اليوم الغاز بلبنان ممكن يكون عامل سلام والزهار وإنما كمان ممكن يكون عامل مشاكل بقا أكيد احنا نتمنى يكون العامل الأول العنكاسة ظاهر دغري هو إذا بدك تدخل أمريكي من 2011 اليوم الأمريكيين بوساطة فعلي لحل موضوع النزاع البحري مع العدل الإسرائيلي طبعا عندك اليوم دولة روسية موجودة بقوة بشرق المتوسط كان في سوريا أو حتى عبر الكنسورتيوم الموجود الأوروبيين عبر توتال عبر أني طبعا عندهم كنفوذ ساريخي هالنفوذ هيدا عم بيتبلور بسيغة تاني اليوم طبعا وهن كمان موجودين باليونيفل ما ننسى اليوم القوات الأوروبية هي أساسية باليونيفل قوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان فإذا إن شاء الله بتكون هيدا عامل إيجابي لمساعدتنا لنقدر نستثمر مواردنا الطبيعية نتمنى هلأ ممكن يصير فيه شركة نفط وطنية؟ شركة نفط الوطنية ممكن يصير أكيدة ولازم يصير إنما منا أولوية هلأ يعني في بعض يقولوا أنه لأ أنه شركة نفط الوطنية لازم حاليا نبلش فيها أنا بقول لأ في وقت ما لازم نستعجل على الموضوع خاصة أنه شركة النفط الوطنية ما عندها الخبرة التقنية للحفر على الأغماء عميئة وبشكل يكون عندها قدر التمويل محلية يعني خاصة على الأزمة الاقتصادية الكبيرة بيجي وقتها ما في شي مستعجل فينا نعملها أكيد فينا ما في شي بيمنعين يمكن هلأ ماشين بالاستثمار الأنسب بالنسبة لهالظروف هلأ الليين هلأ حاليا هلأ حاليا شركة النفط الوطنية منا أولوية يعني في البعض يقولوا أنه لازم نستعجل لا يعني القصة اليوم كلنا وطنيين كلنا عنها الشعور والحس الوطني كلنا نتمنى أنه نحنا ندير مواردنا مية بالمية إنما في عوائق تقنية وعلمية وتمويلية حتى يعني اليوم تعرف بظل أزمة اقتصادية بالبلد أي شركة وطنية ممكن تلاقي تمويلها حتى تمويل حفر واستكشاف عادة عن أنه لا تملك الخبرة السيونتيفيك لا تحفري على 5,000 متر و4,000 متر نواصلي له نعم قبل ما نختم بدنا نحكي شوي عن الندوي اللي عملتوها عن الكتاب وعن هيدا الموضوع والنقاش اللي صار حول هالملاف الندوي صارت بالحركة السقفية بأنتلياس كانت بإدارة الدكتور عصام خليفي ومو شركة كمان لليس جميل نقاشنا عن قضوع أشكالية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان، أبروس، العدو الإسرائيلي وسوريا وحكينا كمان عن كل تحضيرات الدولة اللبنانية وما رافق الملف من تجاذبات داخلية إقليمية ودولية وكان نقاش علمي يعني كان في كتير منها الاختصاص والمهتمين بالموضوع كان نقاش علمي حول الموضوع وصلنا هيك لكتير قواصي مشتركة بآخره بتعرفي كل ندب يبقى فيها ديناميكية معينة واختلاف بالقراء اختلاف بالقراء، أنا بسميها ديناميكية يعني اليوم ناس بتحكي هيك ناس بتحكي هيك إنما آخر شي وقتها فعلا تحسي حالك وصلتي لقواصي مشتركة ولأبناء أناعات مشتركة هل بتأثر على مجرى الحلول أو مجرى الأمور؟ الندب مالح تأثر على مجرى الأمور بس إنما إقامة هكذا دويت لا أكيد اليوم كيف بتأثر؟ بتأثر طبعا اليوم المجتمع المدني إنه دور أساسي بالموضوع الجامعات إلى دور أساسي يعني ودين الجامعات المراكز الأبحاث كل هذه إلى دور أساسي حتى بالمساعدة على اتخاذ الغرار الصحيح المساعدة والمحاسبة يعني اليوم نحن حكينا عن خطأ بترسيم الحدود البحرية طب هيدا يجب يجب التحقيق فيها لش صرنا لهون؟ لش صار فيه خطأ؟ يعني بتعرف اليوم الخطأ بيورتك بمشكال أكبر بقى الندوات والجامعات والمجتمع الأهلي والمدني إنه دور أساسي طبعا بمساعدة على اتخاذ القرار الصحيح يلي هو بمس اخر شي هيدا موارد طبيعي هيدا لكل لبنانيين يعني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب بقى كل ندوي فيه إلى إيجابية تأكيد والكتاب لمين موجه؟ مين اللي بتدهي؟ الكتاب موجه لكل العالم يعني استعملنا لانجاج سهل الممتنع مثل ما بيقولوا بالعربي لحتى الكل يقدروا يطلوا على الملف كيف بلش الملف وين وصلنا وشو التحديات اللي وجهته لحتى كلنا ساوا نكون قوة ضغطة لحصن سير الملف وعمالية خلال وخصوصا الجيل الجديد طبعا 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 لأنه بتعرفي ملف الغاز يعني اليوم تتفاجأ العالم وتتقيدون صارنا 13 سنة عم نحضر لوصلنا نهوني يبينكي بيعتبروه فترة طويلة مظبوط إنما في كتير أمور لازم يكون نحن على بييني بنا وفي نفس الوقت فيه من المعلومات القيمة والتي تنشر لأول مرة حول حدودنا البحرية حول نزيع والبحث العلمي الأول صحي صحي هو بحث علمي متكامل يعني أخذ معنا فترة طويلة واعتمدنا كلها على سورس بريمير يعني تقصينا الحقائق من منبعها الأصلية يعني كان عبر شخصية سياسية محلية أو دولية أو حتى عالمية لحتى نقدم أفضل صورة وأفضل بحث للكراء نحن كتير بدنا نتشكرك دكتور على الكتاب وعلى هالمعلومات اللي عطيتنا إياها اليوم بالحلقة وبدنا نتمنى لك دوام التوفيق وبانتظار الإصدار بالنسخة العربية بدأت شكرك أنا وبدأت شكر هالمؤسسة الكريمية اللي إليه فضل على المجتمع اللبناني وأكيد نحن بيك على موعد إن شاء الله قريب أكيد إن شاء الله شكرا لك شكرا لك شكرا شكرا مشاهدينا لحظات قليلة ومنتابع سوا شكرا لك